يسعد صباحكم مشاهدينا وأهلا وسهلا لكل من ضمننا في برنامج فلسطين هذا الصباح للفقراء الطبية طبيبكم ووضعنا اليوم نحكي عن اشي شائع اكثر بين الناس أو اعراضه ممكن نحكي غالبة بين الناس نحذف عن جرثومة المعدة الحلزونية أو ما هو معروف اكثر بجرثومة المعدة ما هي هذه الجرثومة ما هي اعراضها ما هي السبب وراء الاصابة بهذه الجرثومة هل هناك مضاعفات اللي هممكن تأثر على الجهاز الهضمي وهل هناك علاقة بينها وبين باقي اعراض او مشاكل الجهاز الهضمي من امساك اسهال وغيرها من المشاكل رح نتحدث عن علاجها وبعض النصائح من الطبيب كل هاي التفاصيل طبعا مع ذيفي اللي بسعدنا رح يفيد دكتور نازل نخلق خصائية امراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقلون صباح الخير دكتور سباحكم جميعا أهلا وسهلا دكتور كتير منسمع بموضوع جرثومة المعدة او جرثومة الحلزونية وهي اعتقد مرادفين لنفس نحكي المشكلة فما هي هي المشكلة دكتور هي عبارة عن بكتيريا ولها عدة مسميات منها الجرثومة الحلزونية او الهليكوبكتير بايلوري بلغة الطب او جرثومة المعدة في ناس بتلقوها بكتيريا موجودة منذ الأزل ولكن في الفترات الأخيرة يتم اكتشافها كثير او الناس بذكر ان انتشرت بشكل كبير ولكن هي موجودة منذ الأزل يتم اكتشافها لانه صرنا نفحصها بشكل اكتر يعني نفحصاتها صرت متوفرة بشكل كبير منتشرة بشكل كبير جدا يعني يقدر في الدول النامية منها في منطقتنا يقدر ان تقريبا 95-90% من الناس مصابين فيها في الدول المتقدمة يقدر تقريبا من 45-50% من الناس مصابين فيها ولكن طبعا لحسن الحظ مش كل انسان مصاب بالجرثومة سيصاب بأعراضها الجرثومة فيقدر تقريبا انه فقط 10% من المصابين تظهر عليهم الأعراض الإصابة بتحدث في معظم الأحيان في سن الطفول يعني بين سن خمس سنين إلى عشر سنين بأغلب الأحيان دكتور زي بنحس أن المشكلة بتكون على كبر يعني ما بنسمع أن الطفل عنده مثلا جرثومة معدة أو يعاني من جرثومة معدة هي هاي هم الإنساء هو الطفل يصاب فيها بين سن خمس سنين إلى عشر سنين بتتعايش مع الإنسان إما مدى الحياة في حال لم تحدث له أي أعراض أو بعد عشر سنين بعد عشرين سنين بعد ثلاثين سنين ممكن تحدث لي مشاكل بالمعدة التهابات أو كرحات وهون بتظهر الأعراض وهون يتم اكتشافها لأنه ظهرت الأعراض من روح نفحص ففي بعض الناس لما تفحص وتوجد البكتيريا بتروح بتدور وين أنا أكلت في أي مطعم في وين أكلت إيش أكلت بس هي بتكون عند الإنسان طبعا مصاب فيها بيكون من سنوات عديدة طويلة هاي جرثومة معدة دكتور عدني خلال حديثك تحدثت إنه ممكن أن يصاب الشخص فيها إنه منذ طفولته فما هو الساب يعني هل هي العلاقة بنوع الأغذية اللي أكلها أو المياه أو ممكن الطفل تكون دائما ما في عنده هالوعي للممارسات ممكن نحكي النظافة والاهتمام بالنظافة الشخصية ولا بتكون لأي لها علاقة بالوراثة ما هو الساب دكتور هي عبارة عن بكتيريا ليس لها علاقة بالوراثة ولكن تتنقل بعد الترك إما عن طريق المأكلات غير النظيفة عن طريق فواكه عن طريق مي مثلا عن طريق تلامس بين الأطفال كثير تتنقل بين الأطفال بيحضنوا بعض بيبيوسوا بعض بيحطوا ألعاب مثلا في تمهم وبالتالي بتنتقل من طفل إلى آخر فأكتر طرق انتقالها إما عن طريق المأكلات غير النظيفة أو عن طريق الألعاب مثلا أو عن طريق الأطفال بتلامس بين بعض ممكن تنتقل مثلا من الكبار للأطفال مثلا عن طريق اللعب مع الطفل بوس الطفل مثلا هاي أهم طرق انتقالها الجرثوم لها عدة أنواع في منها ضارة وفي منها غير ضارة لذلك في كتير من الناس أو يقدر تقريبا 90% من الناس اللي يصابوا فيها ما بيحسوا فيها طول حياتهم لأنه بتكون من النوعية الغير ضارية يعني ما بتفرز أي أشياء بتحدث تلف في جدار المعدة العشرة بالمئة اللي بتظهر عندهم من أعراض بيكون عندهم نوعية مختلفة من الجرثوم بتفرز مواد كيموية مثلا بتأدي إلى حدوث التهابات أو كرحات بالمعدة وبالتالي ممكن تظهر الأعراض عندهم ايش هي دكتور أهم الأعراض اللي بتظهر عند الناس اللي زي ما حكينا هي النسبة الأقل من الأشخاص المصابية طبعا هي لها أمراض معروفة تحدثها هاي الجرثومة وهي أمراض المعدة والاثنى عشر فهي بتسبب التهابات بالمعدة بتسبب التهابات بالاثنى عشر وبتسبب كرحة معدة وكرحة اثنى عشر ممكن تسبب عن بعض الناس طبعا سرطان أو تزيد مخاطر السرطان وهي مصنفة من درجة أولى مسرطنة ولكن طبعا لحسن الحظ مش كل إنسان مصاب بالجرثوم بدي يسر عنده سرطان ولا لأن عدمة البشرية من زمان لأنه زي ما حكينا 90% إن الشعب مصاب فيها فهي بعض أنواعها اللي ممكن تحدث تلف في جدار المعدة اللي ممكن تؤدي إلى السرطان لأن هذا السؤال كتير منواجه في الحياة العملية دكتور أنا مصاب بالجرثوم رح يسر عنده سرطان لا مش هيك الموضوع هي ممكن تزيد من خطر السرطان عند بعض الناس في بعض الحالات فهي مرتبطة بأمراض المعدة ومن هون في معتقدات كتير للأسف سيئة من لاحظها ومنشوفها في الحياة العملية أنه كتير ناس بيجي بفحصوها في غير مكانها يعني بيجي إنسان مثلا مصاب بالإسهال بيضع بفحص الجرثوم الحلزونية ما إلها أي علاقة بالإسهال في ناس بفحصوها للإمساك في ناس بفحصوها للغازات ونفخات البطن في ناس بفحصوها للارتداد المريء ما إلها أي علاقة بهاء الأعراض حتى بالإرتداد المريء في ناس تحكي ما هي الإرتداد المريء جاي من المعدة معنات الجرثوم لأ والدراسات تحكي العقس أصلا أنّه الإنسان اللي عنده إرتداد مريء وبعالج الجرثوم الحلزوني ممكن إرتداد المريء يزيد عندو لأنه هي بتفرز مواد م Lei بإمكان تخفض من حموضة المعدة وجرثوم الحلزوني وبالتالي لما أشيل الجرثوم ممكن حموضة المعدة تكون أقوى وبالتالي ارتدان مريء أكتر فنعرف أين نفحصها أين فيه داعي لفحص جراثم المعدة اللي هي قرحات معدة التهابات معدة أوجاع معدة إنسان يعاني من المعدة مثلا غثيان من استفراغ أوجاع معدة يعني يقال وفيه دراسات بتحكي أنه فيه لها علاقة بعدة أمراض تانية أمراض في الجلد أمراض في القلب أمراض في قنوات العسرة السفروية ولكن كلها لسه قيد الدراسات ما فيه أي شيء مثبت حاليا فيه التوصيات بفحص الجراثم الحلزوني فقط التهابات معدة التهابات 12 قرحات 12 أو لما فيه عندنا family history للكانسر يعني فيه عندنا تاريخ عائلي لوجود كانسر في المعدة في المعدة للأقارب درجة أولى يعني إذا الأقارب درجة أولى الأخ الأخت الأب الأم الأبن أو البنت هدول الأقارب درجة أولى فيه واحد منهم نسمح الله مصاب الجراثم الحلزوني بقية أعضاء العائلة لازم يفحصه وإذا موجود عندهم لازم يتعالجي دكتور لكن نحس أنه الأعراض متشابهة خلنا نحكي بموضوع مثلا التهاب المعدة أو نحكي أعصاب المعدة كثير ناس مثلا بتكون عصبية بيكون في عندها مشكلة العصبية لكن نعرف أنه فيه التهاب العصب أو أعراض اللي هي الأعلاقة بالحالة النفسية بالعصبية فهل هناك أي علاقة ما بين نحكي دكتور نحكي هاي الجرثومة الحلزونية وأعراضها بنحكي مشكلة المعدة والناس اللي بتعصب لما بتعصب بتحس أنه تقريبا الأعراض متشابهة فهل هناك خلط بينهم أو تشابه دكتور لا لا لو بنحكي طبيا وعلميا ما في أي مرض اسمه أعصاب المعدة هذا مرض أو مصطلح شائع كثير بين الناس والأسر بين كثير من الزملاء والأطباء ولكن ما في أي كتاب طبي أو علمي بيحكي عن مرض اسمه أعصاب المعدة في أمراض نسميها أمراض وظيفية أمراض وظيفية يعني كل فحصاتنا سليمة يعني ما فيه إشي عضوي اللي يفسر للأعراض الموجودة على كل ما فيه أي علاقة بين جرثومة المعدة وبين الأمراض الوظيفية هلأ فيه حالات كتير من الناس بيجوا موجوعين من معدتهم هون إذا كانت الأعراض مطابقة للجرثومة ما فيه داعة مثلا أنه إحنا نعمل تنظير لكل شخص مصاب أو جاعل معده هون فيه مثلا نظرية بتحكي تست أن تريت يعني أنه شخص مريض بأوجاع معده فيه عنده أعراض الالتهابات معده وأعراض كرحات معده مثلا أنه ممكن إحنا نفحص لجرثومة المعدة بدون التدخل بالمنظار وإذا موجود عنده ممكن نعالجها طبعا فيه حال عدم وجود في حال عدم وجود ما يتسمى بالأعلام الحمراء الأعلام الحمراء اللي هي الأشياء اللي ممكن تشككنا أنه ممكن فيه يكون مثلا كانسر أو مثلا نزيف أو أشياء زي هيك هاي الأشياء اللي بتضطر إحنا أنه نلجأ للتنظير في بعض الحالات ولكن فيه شخص مريض يعاني من أوجاع ما فيش عنده له هبوط في الوزن لا فيه عنده هبوط في الدم ما فيه عنده انعدام بالشهية ما فيه عنده أعراض نزيف مثل مثلا براز أسود أو استفراغ الدم وممكن أنه إحنا نتبع في الدرجة الأولى تست أن تريت يعني نشت شخص نفحص الجرثوم إذا موجودة ممكن نعالجها والشخص اللي ما بيتحسن ممكن لاحقا نلجأ للتنظير فبالنسبة لما يسمى بعصاب المعدة مصطلح كتير شائع ومصطلح كتير خاطئ مش موجود طبيا وعلميا فيه عندنا إشي منسمي أمراض وظيفية وهي يعني كبتول كبير الوحدة كبيرة في عالم الجهاز الهضمي الأمراض الوظيفية اللي ما فيه ومنها مثلا الكولون العصبي برضو يصنف تحت مسمية الأمراض الوظيفية لأنه ما فيه أي مرض عضوي يعني كل فحوصات الإنسام تكون سليمة 100% دكتور يعني هل النظور أو التنظير هو الفحص الوحيد لكشف أنه في عنا جرثوم المعدة أو جرثومة حلزونية ولا فيه فحوصات أخرى دكتور فيه فحوصات متعددة لجرثومة المعدة يعني تقريبا ست طرق ست طرق ممكن نفحص فيها جرثومة المعدة ثلاثة بدون التنظير وثلاثة مع التنظير بالعادة لما ما فيه حاجة للتنظير إحنا منستخدم طريقتين لتشخيص الجرثومة الحلزونية أكثرها شيوعا فحصة عن طريق البراز ولكن أكثرها دقة فحصة عن طريق النفس وطريق النفس متواجد عندنا في الضفة الغربية طريق النفس يعني فيه مادة معينة الإنسان بيبلعها على شكل كابسولة بعدين فيه جهاز معين الإنسان بينفخ فيه وهذا الجهاز بقيس نسبة الكربون اللي طلعها طبعا هذا الكربون الإنسان بيأخذه بالكابسول وبيطلعه بالنفس فنسبة الكربون اللي الإنسان بيتنفسها بتشير لوجود أو عدم وجود الجرثوم الحلزوني وهي أدق من البراز ومتواجدة عندنا يعني فيه بعض المختبرات موجودة عندنا فيه فحص طبعا الثالث اللي بدون التنظير وهون أنا بنصح الجميع أبدا ما يستخدمه اللي هو عن طريق الدم فحصة عن طريق الدم غير دقيق أبدا أنا شخصيا لم أستخدمه ولن أستخدمه وبابا نصح أي حدا أنه يستخدمه أنه غير دقيق أبدا عبارة عن فلوس مكبوبة يعني ما نستخدم فحص الدم الثالث طرق الثاني اللي عن طريق التنظير فيه عندنا فحص عن طريق خزعة ما يسمى بالرابد ديوريازتس نحطها بمادنة معينة ومنلاحظ تغير اللون إذا تغير اللون مثلا الزهري ممكن يكون فيه عندنا جرثومة هاي طريقة الأول الطريقة الثانية عن طريق المايكروسكوب يعني عن طريق المايكروسكوب مثلا الدكتور الأنسجة عن طريق الخزعة ممكن يشوف إذا موجودة أو مش موجودة بالمايكروسكوب والطريقة الثالثة عن طريق زراعة من خزعة المعدة يعني نأخذ خزعة من المعدة منبعثها للزراعة وهون ببين إذا موجود عندنا جرثومة المعدة أو لا وبيبين بالزراعة برضو أيش المضادات الحيوية والعلاجات المناسبة لهذه الجرثومة هاي لأسف غير موجودة لا عندنا ولا في بعض حتى الدول المتقدمة مش كتير يعني تستخدم لأنه مكلفة جدا وتحتاج إلى مواد معينة من أجل الزراعة فالأكثر شيوعا تشخيصها عن طريق البرازة عن طريق النفس عن طريق خزعتين وخزعة من المعدان دكتور يعني في بداية حديثك حكيت لنا أنه ممكن الإنسان يعيش طول الحياة مع هذه الجرثومة يعني هل نفهم أنه ما فيه علاج دكتور لهذه الجرثومة حتى لو كان لها مضاعفات خطيرة أو نحكي إيش ممكن يصير حتى تربط مع الأمراض الجهاز الهضمي الأخرى ولا لأ يعني فيه علاج هي علاجات موجودة ومتوفرة وفعالة جدا عكس ما برضه شائع بين الناس أنه علاجها صعب أنه ما بتتعالج أنه بتتحوصل حيث هذا مصطلحات غير دقيقة أبدا فجرثمت المعدلات الحوصل أبدا ما يبنصر فيها تحوصل موجود إلها علاجات بمضادات حيوية موجودة ومتوفرة وفعالة ولكن مين بلزموا العلاج هنا السؤال مين بلزم نعالج ومين بلزم ما نعالج يعني العلاج يقدم فقط للشخص الذي ظهر عنده الأعراض يعني شخص مصاب بقرحة معدى أو التهابات معدى أو جعب المعدة من شخص وجود أو عدم وجود الجرثوم وفي حال وجودها إحنا منقدم له العلاج المناسب في حال الإنسان عنده جرثوم ومش عاملت له أي أعراض ما بلزم العلاج لأنها بتكون من نوعيات الجرثوم اللي بالعادة ما بتعمل أي مضاعفات وبالتالي إحنا منسيبها في حالها يعني في هذه الحالة إذا إحنا مننا نعالج كل شخص مصاب فيها مننا نعالج 90% من الشعب وهذا الشيء لا بتتحول الدكتور هي ممكن بعضها بعض الحالات ممكن تتحول إلى ممكن تسبب هي إما دارة أو مش دارة هي ما بتتحول من دار إلى دار مثلا ولكن الشخص اللي في عنده أعراض يعالج الشخص اللي ما في عنده أعراض لا يعالج إلا الحالة الوحيدة اللي ذكرناها اللي هي لما يكون في عنا فاميلي هستوري يعني في عنا تاريخ مرضي عائلة بوجود سرطان معدى هون حتى لو ما في عنده أعراض لازم تتعالج الدكتور نازين خلق خصايا أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقلون نشكرك طبعا كل هذه المعلامات الطبيعية نتمنى السلامة للجميع أهلا وسهلا دكتور مواركنا شكرا